إذن مشاهدين على جبهة مشتعلة وفي حرب مفتوحة الأسليب والأدوات بين حزب الله اللبناني من جهة وإسرائيل من جهة أخرى والتي اعتمدت سياسة الاغتيالات عنوانا صريحا لمرحلة جديدة من الصراع عقب أحداث السابع من أكتوبر وبعدما باتت المسيرات الإسرائيلية أداة القتل الأولى والأبرز دخل حزب الله بسباق مع التعقب الإسرائيلي لهواتف عناصره وعائلاتهم لحمايتهم من الاغتيال والذي بلغ ذروته في دعوة أمنية في دعوة أمينه العام حسن نصر الله لجمهوره بالتخلي عن الهاتف الخلوي إثر عدم الاستجابة لدعوات للتخلي عنه واصفا إياه بالقاتل والعميل الذي يوشي بهم بالقرى الحدودية بالقرى الأمامية إذا فينا بكل جنوب بهذه المرحلة خصوصا المقاتلين مقاومين هن وعائلاتهم يستغنوا عن الخليوي عطلوا يا خي ادفنوا حطوا بصندوق حديد وقفل عليه ما علي شي جمعة جمعتين شهر واثنين الله أعلم هاي القصة دي بتطويل من أجل سلامة وأمن وحفظ دماء وكوامات الناس ولم يكتفي الحزب بهذا الإجراء فحسب صحيفة النهار اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية فإن الحزب بات يستخدم أجهزة دقيقة للسيارات تطلق سفارة عند رصد السيارة من المسيرات بما يتيح لراكبيها تركها بسرعة فائقة قبل توجيه ضربة لها ما تسبب بفشل إسرائيل خلال أسبوع في ثلاث عمليات اغتيال سعت لتنفيذها عبر تعقب الاتصالات في النبطية وبنت جبيل وجدر جنوب لبنان إجراءات الحزب الاحترازية هذه قابلها بحسب صحيفة النهار انتقال إسرائيل إجراء آخر بهدف التأقلم مع الواقع التكنولوجي الجديد فبحسب الصحيفة دائما صحيفة النهار فقد انتقلت إسرائيل إلى رصد السيارات التي تخلو من أي ذبذبات لاسلكية أو منجة أو موجات خلوية ما يعني أن الملاحقة الأمنية الإسرائيلية ستكون لأشخاص لتصدر لا لتصدر هواتفهم أو لتصدر هواتفهم ذبذبات للمسيرات الإسرائيلية أو لأشخاص يقومون بتشغيلها ما يجعلها أداة تعقب وهو ما قد يعرض الجميع للخطر ويرى مراقبون مشاهدين أن النبلانيين يدفعون ثمن الأتمة الإسرائيلية وحجم الاختراق الكبير للبيانات في ظل سباق أمني محموم بين الطرفين على المحاء الملاحقة ومحاولات النفاذ منها